شعرك واهتمامك بنفسك بيعبر عن شخصيتك كيف تعملي تسريحات حلوة مرتبة لوحدك بالبيت الشكل الاول نربط خصلة صغيرة من الاعلى في الوسط بعدين مناخد نط طرفين خصلتين صغار منربطن مع بعض بعدها منبرمن ومندخل الخصلة الاولى بقلبن ومنكرر مرتين او ثلاثة على حسب الرغبة واذا بتحبي تعمل الشعر كامل بهالطريقة كمان حرم الشكل الثاني ناخد خصلة يمين منربطها نقسمها بالنص ومندخلها بقلب نفسها ومنطرف اليسر نفس الشي خصلة نربطها نقسمها بالنص ومندخلها بقلب نفسها منجيب الطرفين لعند بعض ومنرخي الشعر على مهل ومنسبت بمطاطة وممكن نحط شكها لصغيرة الشكل الثالث موديل الضفرة ناخد منطرف اليمين خصلة من الشعر ومنقسمها ثلاثة أقصى متساوية منجيب طرف اليمين نعكسه مع الطرف الوسطاني بعدها منجيب طرف يسار ومنعكسه مع الطرف الوسطاني أهم شي ما ننسى كلمة مناخد طرف ناخد جزء من الشعر المفلوت لحتى يدخل بقلب الضفرة ضل عم ناخد من الشعر المفلوت ومندخله بقلب الضفرة لوقت ما يصير عنا هذا الموديل الشكل الرابع منقسه بنص الشعر منقسمه بالنص ومندخله بقلب نفسه وبنفس الطريقة الشعر المفلوت بنعمله من الطرفين بعدها منجمعهم بمطاطة ومندخلهم بنص الشعر الأول يلي عملنا وهيك بيكون الشكل جاهز وفيك تحطي شكالة صغيرة الشكل الخامس لازم يكون الشعر مسبل ناخد خصلتين صغار من طرف اليسار نبرمهم على بعض ومندخل خصلة من الشعر المفلوت بقلبهم نرجع منكرر منبرم ومندخل خصلة وهيك لا ينتهي الشعر وبعدين منسبت بطرف اليمين الشكل السادس نربط الشعر كل ياته على العيلي ومنقسمه ثلاث أقسام متساوية كل قسم لحاله منقسمه بالنص ومندخله بقلب نفسه منسبت الأقسام الثلاثة مع بعض بحباسة الشعر الباقي منربطه ومندخله بقلب نفسه وبعدين مندخله بقلب الشكل الكامل شعر الزايد منلفه على الشكل ومنسبت بحباسة إذا عندك حفلة وما لحتي تروحي على الصالون فيك تعمل هذا الموديل بالبيت تاخدي خصلة من طرف اليمين وبتربطي بقية الشعر كل ياته لورا تقسمي الشعر بشكل عرضاني وبعدين بتدخلي بقلب نفسه الشعر الزايد كل ياته بتلفيه على بعضه وبتسبتيه بحباسات الخصلة يلي تركناها بطرف اليمين منسحبه لورا ومنضفره منرخي الطرف الفوقاني من الضفره ومنلفه حوالين بقية الشعر ومنسبتها بحباسة ممكن نضيف إكسسوارات تتناسب مع لون الفستان الشكل الثامن ناخد خصلتين من الجهتين ومنجمعهم بمطاطة ناخد خصلة من الشعر المفلود ومنلفه مرة واحدة بس نرجع مناخد خصلة تانية بنفس السماكة ونفس العرض ومنلفه مرة واحدة وهيك منكرر أربع مرات بكل جهة الجهة التانية كمان نفس الشي خصلة ومنلفه خصلة تانية منلفه أربع مرات منرخي اللفات من الجهتين بشكل متناسق مع بعض إذا بدك شي بسيط فهيك بيكون خلصتي وإذا بتحبي ترفعي الشعر كامل فالشعر المتبقي فيك تأسمي بالنص لقسمين وتعملي كل قسم ضفرة وترفعيهم لفوق وتسبتيهم بحباسة للتاسع الضفرة الرباعية تسمي الشعر أربع أقسام متساوية تمسكي كل قسمين بإيد وبتعكسيهم على بعض القسمين يلي صاروا من الوسط بتعكسيهم كمان على بعض وبعدين بتعيدي بنفس الطريقة أهم شي بالضفرة أنك ما تخربطي وتكون إيدك شادة وبنكمل لنهاية الشعر وما ننسى بالأخير نسبتهم بمططة بتمنى تكونوا استفدتوا استمتعتوا بهذا الفيديو وبشوفكم بفيديو جديد ترجمة نانسي قنقر